السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا الحلقة ديلا 14 في شهر 7 غضي نترقل بزاة ديلا الأخبار من بينها دكشي اللي وقعي إخوان في الواد ديال بو في مدينة مانطوفا غرق جوج ديال إخوة شقيقين مغاربة واحد عنده 22 والآخر عنده 23 سنة وعلى حسن ما كتبين كانوا حارقين هنا في إيطاليا الله يرحموني إخوان وتعزينا الحارة للعائلة ديالهم غضي نشرح لكم التفاصيل أشنو قع وغنوريكم المكان اللي غرقوا فيه في حين أنه غضي مشون تكلموا على منظمة الصحة العالمية تعلن أنه مادة لاسبارطان مادة مسرطينة هاد المادة إخوان كتسبب في السرطان وكينف جميع الأغذية من المناظة من العاصر من كذلك إخوان المسكة الأدوية كينف بزاف دي المسائل ولكن منظمة الصحة العالمية كتحدر منها وكتقول لأنه الواحد يلسهلكة بطريقة غير مبالغة ما كتشكلش خطر وغنشرح لكم التفاصيل أراه فقرة كتهم الصحة ديالكم الصحة ديال الأطفال كيفما أنه غضي نتكلموا دائما في أخبار الجالية مغربي تاصل بالشرطة لأنه تسرق ولكن غيتمطر دياله إلى المغرب وهنا ربما إخوان كينا فيها استفادة هاد القصة لأنه سيدي إخوان علق بالواحد الخطأ اللي دار خلص تمان غالي وغن تكلمو كذلك على السيدة اللي خدمة بضانتي وكانت كتعاني العادة بعد الأسرة الإيطالية اللي كانت تخدمة عندها حتى جوعة تقوها البوليس كيفما أنه غضي نتكلموا على الإضراب ديال الطائرات اللي غادي يكون غدا في المطارات الإيطالية والكورياء اللي دار السيارة كيتكلم على أنه ربما آلف رحلة يتم الإلغاء ديالها كان الشرح حالات اللي غضي نمتاجهن إلى تونس وإلى الجزائر تم الإلغاء ديالهم وغضي نشوفوا التفاصيل في الفقرة كيفما غضي نتكلموا على الهاتف ديال ابن لاروسا اللي هو يمتابع حاليا في القضية ديال الاعتداء جنسي مني بغوا يأخذوا لي التليفون لقاوا لكارت في اسمية ديال الأب دياله اللي هو يرئيس مجلس الشيوخ اللي عنده الحصانة وما قدروا شي يأخذوا التليفون وربما هاد القضية تخلق أزمة في البرلمان الإيطالي كيفما غضي نتكلموا على الفاجعة اللي وقعت اليوم يا إخوان في مدينة فوغيرا وغضي نشوفوا يا إخوان أخبار أخرى وكيفما لعادة لكن بغي أشكركم جزيلة شكرا للدعم ديالكم للقناة والناس اللي ما مشاركاش الشاركو باشقو توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غضي نتكلموا على الحل بالنسبة لهذاك الناس اللي كيجيوا للمغرب والخلصة ديالهم كتدخل وهما متواجدين هنا في المغرب باش تقدروا أنكم تحصلوا عليها القادية ياراها سهلة يا إخوان بيدون ما أنه الواحد يبشيل لقيشي ويبقى يتير وكيخلص روسهم لي هي كتيرة والصرف كيكون نازل أحسن حل هو أنه عن طريق تطبيق ديال طاب طاب سند كتصفت الفلوس من الحساب البنكي ديالك في إيطاليا عن طريق الكارت إلى المغرب في سميتك كتدير القيمة المالية ناصحة هو أنه ما تفوتوش لحد القانوني اللي هو ديال آلف أورو في الأسبوع آلف ما تفوتوهاش دير مثلا تسعمية وتعود وتسعين دير آفانتي إلا كنتي أول مرة غذيتصفت كليك على آيون كودي شاميكو ودير الكوض أخبار كتعطيك خمسة أورو زيادة وكتزيد القدام دير سمية وكنية ذيالك والنمرة ذي التليفون وكتقدر تشتيري الفلوس ذيالك من كاش بليس أو لوافا كاش هذا حال ممتاز فيما يتعلق تطبيق يا إخوان أرا عنده كذلك النمرة اللي سقدروا تعيطوا لها من إيطاليا فابور باش تسولوا ولو قع شي مشكل يقدروا يحلوه ليكم يا إخوان في دقائق قليلة أراك تكلموا كذلك بالدريجة فهذا الفقر يا إخوان سنتكلموا على الأخبار ديال الجالية المغربية وإلى البارح ستكلمنا على الغارق ديالجوج ديالإخوة اللي هما يمنجينسية رومانية واحد فيهم كان عنده ست سنين والآخر عنده سبع سنين اليوم سنتكلموا على خبر مشابه الغارق ديالجوج ديالإخوة ولكن للأسف يا إخوان من الأبناء الجالية المغربية هذا الشي وقع في مدينة بورغو مانطوفانو اللي كنتواجد في شمال إيطاليا وبالتحديد في البروفينشا ديالمانطوفا شباب مغاربة اللي توفه هما جوج ديالإخوة واحد عنده اثنين وعشرين عام والآخر عنده ثلاثة وعشرين عام الله يرحمهم وتعزين الحارة للعائلة ديالهم يعني شيء يا إخوان اللي صعيب وصعيب بزاف تقبل دياله من أي أب ومن أي أم بش فقط جوج ديالأبناء في هات السن وفي دقة وحدة الله يصبرهم دعوه معهم يا إخوان الله يصبرهم من جديد رطبيط حال تفاصيل على حسب ما كيعودوا الصحف الإيطالية وكينا نصخ اللي هي مختلفة على الأقل الكوريير إذا لا سارك يتكلم على أنه قروب في ثمانية ديالت المغاربة مشوي إخواني عمو في الواد ديالبو الواد ديالبو الواد ديالبو يديزمن حدا مانطوفا هو أكبر وأطول واد في إيطاليا وهذا الواد راه صعيب وخاطر المهم بشوليه بش يعمو لأنه كان صهد بزاف وغيد دخلوا يعمو النسخة الأولي قد قرر بالله في갔ه داخلون ومن خارجون ونگخربوا أنه صعيب غارق ولذلك كان الأخ في握قه وهذا المسخة الأولى النسخة الثانيةゆقلك هناك في مدنة دغلوا عمو ومن خرجو تف promising لكier خرجوا والله أيرحمهم وعربا اري audiences صورة واضحة. هم كانوا استكلمين في هذه البلدية. أستيليا ومشاو البورغو مانطوفانو. يعني البلديتي فارق مع هذا الواد. ربما بناتهم شاكولوميت ما كاملاش. والواد راه كبير كيف ما كتشوفوا معايا. هذا القنطرة اللي كتشوفوا هنا. الطول ديالا راه تقريبا 1-400 متر. راتيبان لكواد صغير ولكن انا غنزوم لكم يا إخوان على الباطواد. هذا راه باطوا شوفوا شحل كيفان صغير. وهذه راه ضاع شوفوا كتبان صغيرة. ولذلك الواد سبارك الله إخوان راه قدو قد البحر. داري مني بشوعاموا فيه. وقعات الواقعة حضروا الناس إخوان ديال البلدية. السين دكو ديال هاد البدينة. والسين دكو ديال البلدية الأخرى. حضروا كذلك إخوان الكارابينياري. البومبيا. وكذلك الفرق ديال الغواصين. باش يبحثوا لهم في الواد. ولكن إخوان كيف ما سيقولوا خبراء. الواد غاي يكون داهم. ودى الجسامين ديالهم. الى مكان بعيد. راه الطيار هنا صعيب. بطبيط الحال حضروا كذلك أفراد من الجلية المغربية في عين المكان. وكيف ما غادي تشوفوا معي هنايا. كانت كذلك الكوطير اللي جابوها البومبيا ديال مدينة فيناتسيا. وكانوا الفرق الغواصين اللي جابوا من مدينة بولونيا. ابقوا كي يقلبوا عليهم. احتطاحت الضلمة. هاد شي وقع البارح مع الخمسة ديال العشية. احتطاحت الضلمة عشبشاو. واليوم ما معرف جر عيربان رجع بدو كي يقلبوا عليهم. ولكن الحدود الساعة ما كنت شي جديد يذكر. بطبيط الحال كيتكلموا كذلك اخوان الصحف الايطالية. علاش الاغلبية الناس اللي كتموت في الويديان هما مهاجرين. وهذا السؤال اللي انا يا ما كرهت شي اخوان قصما بالله ما كرهت شي كون عندي واحد البوقل اللي اندوي فيه اسمع عني ايطاليان كامل. باش نقول الافراد الجلية المغربية ما تبقاوش عمو في الويديان. ما تبقاوش عمو في الويديان. لواد راه ربما اقتصادي راه قريب. ماش بحل بحل اللي خص تشد ليه تران ولا تشد ليه الطريق. ما غيرت خسر عليه ولو. والعومان فيه فابور ولكن راه مريسكي بالحياة ديالك. والموشكلة اللي كي ريسكي وكسر هم اللي عارفين. هادك اللي كتلقاه ما كعرفش يعم ما كيزعمش نهائيا علواد. ما غيدخلش ليه هوايا ما كيعرفش يعم. الا لو قعتش واقع بحل المواطن المغربي اللي غرقها دي تلتيام هادك زلق مسكين. الله يلحم بها الوالدين يا اخوان تفادوا الواد. الواحد يبشي اللاب بيسين يخلص عشرة اورو لخمستاشر اورو. ولن ياخذ الترانوية بشيال البحر. على الاقل ما كان ليهو يمحروس. ما كان لي فيه ناس كتيرة. وحتى لو وقعت الواقعة كي اللي يساعدك. وكي اللي ينقضك. اما الواد كتبشو الاماكن اللي هي مفاتش واحد. وإلا بغيتي المساعدة خسك تسنى لابيلانس. وتسنى البومبيا. ما غي يجيو حتى اللي اعطى اللي اعطاه. تفادوا الواديان. تفادوا الواديان. تفادوا الواديان. ارى ما فيهم ياخوان حتى شي حاجة ديالة الخير. وهات جوج ديال اخوان اللي ماتوا اليوم. ارى هم تقريبا ضحايا رقم سسو سبعة اللي توفوا في هاد الموسم ديال الصيف. وقبل ما يتوفى التشي واحد. كنت قلتها في البداية ديال موسم الصيف. قلت نتمنى هاد العام يكون مختلف على الاعوام الماضية. راه كل عام هدي الحالة. كل عام كنودوا عشرة الناس تنشر مغربي يعرف الواديان الايطالية خصوصا اللي كن في الشمال. الله يدير شي شاو ديال الخير. فيما يتعلق بخبر اخر. وهاد الخبر فيه استفادة. الوقت والزمان هدي احنا ما كنتمنى هاد شي لتشي واحد ولكن اللي كيعرفش شخص عنده مشاكل يعني قدائية ولا مشاكل مع البوليس. اعرف كيفش يتعامل باش ما يوقاش لي موقع هاد المواطن المغربي. هاد السيدي اخوان حط الفارقوني دياله هو خدام. حط الفارقوني دياله هو واحد المواطن البانيزي اللي ربما الشرك دياله في الخدمة. حطوهم شو لشي بلاسة. الوقت اللي غيرجعوا غيلقوا بلا انه. نفارقوني دياله متهرس لها الجاج. تزدليهم الماطيريال السلع اللي تخدموا بها. دوزان ديالهم. وتزليموا حد الساك ديال المواطن البانيزي اللي في الوثائق. غاي عيطوا البوليس من اجل مساعدة. وباش يدكلاريو. ولكن الوقت اللي غيجيو البوليس غاي طلبوا منهم الوثائق. ومني غاي ديلوا الكنترول على المواطن المغربي غيلقوا بلا انه عنده مشاكيل. وغيتم طرد دياله من ايطاليا. ومنك نقول طرد دياله ورا ما كنعنيش انه عطوا الفوليو ديال فيا. وقالوا لي سافي سير خوي طاليان. يعني كي خليوه يضور. لا هاداي اخوان طبقوا مع هالقانون. وعليش قلت لكم هاد الخبر ربما في استفادة. لانه هاد السيد كان عنده الوراق في الطالين ما بقوش عنده الوراق. هو من مواليد الف وتسعمية وتمانية وتمانين. وصابقا في الفين وتساتاش كان عنده مشاكيل مع التبزنيز. بزنيز شدوه وحكمه علي بتلت سنين ديال السيجن وكذلك بتلتاشر الف اورو كغرامة مالية. اللي غدي يوقع هو انه من غاي يوقفوه ودخلوا الاسم دياله في السيستام غاي يلقوه بلا انه شخص يشكل خطر على المجتمع. علاش لانه المحكمة اللي حكمت عليه اللي هي هذه الباضوفا. اعطاته واحد الفرصة باش يصلح راسه. وبغا تدير لي تكوين مهاني باش تعتقوا مثلا متبزنيز و تدير لي واحد الحرفة في الدو. ولكن هو هادك تكوين المهاني اللي اختاروا ليه. هو ما تسوقش لي نهائيا وممشاش ليه. ومعطاش نهائيا قيمة. ولذلك المحكمة مني شافته. عطيتي واحد الامكانية باش يصلح راسه. وهو ما تسوقش ليها. في المحضر كتبوا بلا انه هاد السيد ما زال عنده خطورة على المجتمع. وهادش يوقع يا اخوان عير في سنة الفين واثنين وعشرين. يعني عير مؤخرا. كون شا مثلا اندر ذاك الكورسو. يعني غادي تكون دخلتي في واحد اصلاحية وتقاديتي ومن ناحية ديال الخطر على المجتمع. مقايش كتشكل عليه خطر. وغاي حيضوك من لائحة السوداء. وكون حتى واقفوك البوليس ما غايدروا معك والو. من يلقاه يشكل خطر على السيستام. هزو يا اخوان من مدينة مونزا. ودوه للمركز ديال الترحيل اللي كان في مدينة روما. باش اول طيارة تكون فارغة. تكون فاشي بلاصة للمغرب. غايد ديوه يا اخوان. الله يدير شي شاو ديال الخير. وهاد من الخبر راه فيه استفادة كبيرة بزاف الناس اللي مسلا عندهم مشاكل. وبنذا ما كيكونش عارف هات شو ما كيكونش عارف الخطورة دياله. تيقول كودي انا ممساليش لهات شي ديال كورسوات. انا خصني مشي نخدم وخصني مشي دي بزاف ديال المسائل. وربما هو مبين ومبين راسورة تصلح. را خدام في الحلال وخدامته هو مع واحد السيد ربما في البني ولا في شي حاجة اخرى. ولكن من ناحية القدائية والقانونية رابقوا عندهم مشاكل. في حين انو غامشو نشوفوا يا اخوان المعاناة ديال واحد السيدة مغربية. بضانتي في الدار ديال واحد جوج المواطني الايطاليين كبار السن اللي كانت يا اخوان عايش العذاب. هات السيدة خدمات عدمت قريبا شي شهورين. على حسب ماكي تكتف المقال. لهدف الرئيسي دياله كان خاصة. تعتاني بيهم. طيب ليهم. مانعنا من الخروج. ونحترب تجيب شي دورة ممنوع. وبطبيعة الحال. اللي غدي وقع لها مسكينة يا اخوان وخاوكا كانت صابر على هات الشي. سيدة عن دوريقات دياله وكل شي. اللي غدي وقع لها هو انو ستعضى شي حاجة. وتقريبا يا اخوان غدي عضى شي فار. هاتش يعني يعني فضار اللي خدمة فيها. ومع ذلك الناس اللي خدمة عندهم ما غديوهاش السبيطار. وصراحة انتش نادلا ما كيقام على ايطاليين. وغي خليوا في الدار سيدة يا اخوان غدي اضطر انها تعيط المحامية ديالها. قتلا عاتقيني عاتقيني ايوت ايوتو اسطمالي. غدي تعيط البوليس وغدي تصيف طمال. وقيت اللي وصلوا البوليس. الشارف اللي كانت خدمة عنده السيدة. ما بغاش يخلي البوليس يدخله. ودخلوا صحة. وعيطوا اللابيلانوس. ولقوا السيدة عنده. الحرارة. يعني زالي اخوان في السبيطار كتتاخد العلاجات. يعني في القسم ديال امراض المعدية. لانه خايف ان تكون يعني عضتها شي حاجة ياخوان اللي فاشي مرض ولا شي حاجة. السيدة مزا كتتاخد العلاج للله يشافيها. في حين انه الايطالي رهد بحالي المتابع. وكيشوفوا كذلك القضية كيفاش السيدة كان مخدمة. واش كانت عندها كونترا ديال بضانتي. وكونترا اللي فعل حقوق كاملين. او انه او كان مخدمة في الشركة ديال الفلاحة اللي عنده. حيث عنده شركة ديال الفلاحة. وكانت تنطرة ديال الفلاحة مني كمل 12 ساعة صالفيني يا إخوان ساعات قبل علين على النهاية ديال الإدراب يعني تدخل الوزير ديال النقل وحبس الإدراب بالقانون وهذا الشيلي معجبش النقابات وقلقهم بزاف التشي جيالي مشادرتي إخوان طعن في المحكمة الإدارية ديال تروما ولكن المحكمة يا إخوان رفضت الطعن ديالهم وغادي تبت فيه من هنا يل القدام إجمالا الإدراب ديال القطارات دام عير 12 ساعة ولكني إخوان تسبب في مشاكل كثيرة البزاف ديت المسافرين فيما يتعلق بالطائرات على حسب ما كتكتب الكوريا لدر السايرة وهو أنه هاد الإدراب اللي ما غايدو مش بزافي إخوان عير من العشرة ديال الصباح للسدية العشية ربما ربما غادي تعلق الأمر بآلف رحلة اللي غادي تنطلق من إيطاليا نحو مدن إيطاليا أو خارج إيطاليا بطبيط حالي إخوان شركة إيطا إيرويز اللي هي الشركة الإيطالية ديال النقل الجوي نشرات لائحة ديال الرحلات ديالها اللي غايتم الإلغاء ديالهم ومن بينها الرحلة من مدينة روما إلى مدينة تونس وكذلك الرجوع من تونس إلى روما والرحلة من مدينة روما إلى الجزائر العاصمة والرجوع من الجزائر العاصمة نحو روما هاد الرحلات بربعة كانوا غايتم غداء ولكن تم الإلغاء ديالهم بسبب الإدراب بطبيط حالي السؤال اللي غادي تطرح على الناس اللي عندهم طيارة غدفة ويثمان العشر لتسلية العشية هنا بطبيط حالي إخوان الكورياليتي يقول لك آلف رحلة مريز كأنها تلغى علاش لأنه الإدراب ما غايدروه الشركات الإدراب غايدروه النس اللي يخدمه في المطارات الناس اللي كنتروليو وكينسقو الرحلة الجوية يعني كنتكلموا على نس اللي يخدمه في المطار ماشي مع الشركات الناس اللي يهزل بلاز اللي يشارجي واللي يقدوي إخوان طائرات يعني غايدراب كبير وخش شركة تكون يعني ما ديراش الإدراب راح الناس اللي يخدمه معه في المطار هم لذير الإدراب ولذلك فيما يتعلق بالرحلات إلى المغرب اللي عنده رحلة يوم السلسة والسلسة العشية يطلب الظهره وكيف ما تشرح الرايانير لحدود الساعة في الموقع ديالها ممحت حتش رحلة ولكن الرحلات ديالها كين اللي غايدر عليهم تغيير في التوقيت يعني يقدروا يتعطلب واحد نص ساعة حتى ثلثة سويع ونص ديال التوقيت يعني يقدر يكون روتاري إخوان في الرحلة رتابيط حل الرايانير راح عنده البيلوتات ديالها إخوان هم اللي يدير الإدراب لأنه سابقا جدوا الكونترا معاهم ولكن كانت غير مرضية بالنسبة للنقبات هنا في إيطاليا وذلك الشيء اللي يدير الإدراب في حين أنه الناس اللي يخدمون في المطارات راح عندهم الكونترا التونتسيونالي يعني الكونترا اللي هم يمسينين مع القيطاع ديال المطارات وفات هذه ست سنين ومنك نقول وفات خاصة جديد ومنك تجددها بشروط جديدة مستحقات جديدة كتزيد لمشيها في الخلصة كتعطيم حقوق أكثر ولذلك إلا ما تمشي تجديد ديالها كعني أنه ما زال خدام الكونترا اللي هي قديمة بزاف ولي مضيعاهم بزاف ديال الحقوق ديالهم خصوصا أنه التمان دياله مع التدخم اللي يكون حاليا غايكون ناقص المهم هاتشي اللي كيني إخوان تتمنى أنه هاتشي ما يقتاش على بزاف ديت الرحلات نحو المغرب ولكن إلا كانوا غايكونوا من الناس اللي خدامهم في المطارات ماشي من الشركات اللي كيبشوا المغرب لأنه الأغلبية ديالهم مادية نشأ إضراب من غير رايانير ولذلك الله يدر الشهودية الخير فهذا الفقر يا إخوان غدي نتكلموا على موضوع غايف الأهمية كيهم الصحة ديالكم والصحة ديال الأبناء ديالكم ومن خلال الصورة غدي تفهموا الموضوع اللي غدي نتكلموا عليه غنتكلموا على السكار ولكن ماشي السكر الطبيعي ولكنم هاتشي السكر المادي أكوان هاي راك تبع تب حدوظه والاحلان بالله شايفه جميع الناس ي principali في القهوة وهو فأتايا من غير أنه produz الأطبع ببحد و يا م Swami لسكر Luke اخوان اغلبية مناضات 95% فيها مائة الاسبارطام كذلك اخوان اتي لديك تبع في التاليان 90% فيها الاسبارطام كذلك في المسكة في الادوية الادوية بيش حليوهم كيدروا فيمي اخوان هاد المادة في اليوغورت في الجيلاتو في الشكولات في الفيتامين السي في عدة منتاجات والالف دي المنتاجات المهم انتم الصور اخوان را كتوضح لكم فيك تكون هاد المادة ملاحظة هي مهمة باش يعني ما نخلطوش المواضيع هاد المادة اخوان اللي كيحلوا بها الناس لا تقدر تكون مصيبة بلا اسبارطام كيف ما بينت لكم في الصورة تقدر تكون كيف ما في الصورة يا اخوان مصيبة بساكارين على حسابي اخوان باش مصيبوا الواحد من يبغي يشريهم يقرأ واش ساكارين ولا اسبارطام علش غاد نتكلم عليها اليوم لانه اليوم اي اخوان خرج من قدر نسميه بلاغ من منظمة الصحة العالمية وكذلك الوكالة الدولية للبحث في مرض السرطان كينصحوا السكان ديال العالم باش انهم يحضيوا من هاد المادة ما تيقولوش ليهم حبصوا ما تبقوش تشاكلوها ولا يعني كيقولوا للشركات ما تبقوش تستعملوها ولكن كيدقوا ناقوس الخطر لانه هاد المادة على حساب الابحات العلمية اللي وصل اللي هالحضوط الساعة وخاكف ما كتقول منظمة الصحة العالمية لازالت محدودة يعني النتائج لهاد الابحات ولكن تبقوش ليهم بالله انه رها مادة مصرطينة مادة اللي كتدير السرطان في الكابيد واللي بطبيق الحال تقدر تستعملها كما كتقول منظمة الصحة العالمية يعير هو ما تفوتش واحد لحد وحاطة الحد اللي هو هاده اخوان ربعين ميلي جرام في الكيلو في النهار يعني الحساب ديالهرام عقد شوية يعني كل واحد على حساب الوزن اللي عده ولكن الوزن ديال الانسان كل كيلو تقدر تستعمل فيه اربعين ميلي جرام ديال هاد المادة بطبيق الحال حيث هاد الحسابي اخوان جا صعيب بزاف منظمة الصحة العالمية نشرات كذلك واحد المثال تيقولك مثلا ان السيد اللي عنده في الوزن دياله سبعين كيلو جرام هاده يقدر يكون سومي في النهار وما عنده اتشي مشكل يعني ما غيشكل عليه خطر حتى الالفين وثمينمائة ميلي جرام ديال هاد المادة اشنو كي يعني كي يعني انه اللي بغي يوصل لهاد الحد خاصو يشرب تسعة حتى الربع تاشر قرعة ديال المناضة هاده كل كان يا تاتي اخوان ديال الالمينيوم يعني خاصك تكون سومي بزاف بش توصل لهاد الحد اللي حاطته منظمة الصحة العالمية اللي فاتورة كيقلب على السراطان واللي ما وصلوش راه ما كيشكلش عليه خطر وكيسطر عليها الف مرة يقولك حنا ما كنقولوش الناس انهم يحبسوا من الاستهلاك وما كنقولوش للشركات انهم مبقوش يحطوا هاد المادة في المواد الغذائية لكيسنعوه ولكن كنقولو للمواطنين انهم يحتاطو وينقصوا من هاد المادة وخصوصا في الاطفال لانه الاطفال الوزن ديالهم كيكون قليل و لم نرى 40 ميلي جرام في الكيلو قال لك إلا الطفل الوزن له 20 كيلو جرام رأي يعني القراعي دي المناضة اللي مخصوش يفوت في النهار باش ميوصلش هاد الوزن رأهم ماربع دي لقراعي دي المناضة غتقول يشكون هوا هاد طفل غايخوض ربعات القراعي دي المناضة ولكن هما قراعي دي المناضة خدوهم كميتال ولكن رأي ياخد اليوغورت غايخوض التشيريالي يقدر ياخد حاجة خراء يعني كاين بزف دي المسائل بطبيعة حال هنا يا إخوان في إيطاليا الأطيباء وخبراء كين نصح باش أنه الواحد إلا كان أمام واحد الاختيار واش يشرب واحد المشروب اللي فيه لاسبارطام أو فيه سكر طبيعي من الأحسن إلا كان عنده اختيار تالي هو الماء حسن له الماء رأي كين بعض الناس اللي عندهم عادات اللي هي نسميها عادات قبيحة عادات اللي هي سيئة للغاية في عوض المياه كي يستعملوا مشروبات ولذلك من الأحسن الواحد يشرب الماء إلا كان متوفر وزيادة على هذا كان لك في الديسير الواحد اللي بغي يأكل شي حاجة يأكل الفروتة يعني كلتي بغيتي تأكل شي حاجة اللي هي حلوة خذ الفروتة اللي كتكون حلوة فعوض ما أنه الواحد يأخذ جلاطه في هاد المادة هادي عين من بين النصائح اللي كيقولوا الخبراء وكتبقى بطبيعة الحال الفكرة دي لأنه هاد الشي كينو شروب باش ننسوا عاط كيف ما تيقولوه همايا ولذلك راكي في مكان الحالي اخوان هاد المادة راه هو اللي كي يستعملوها في جميع المواد الغدائية وفي الأدوية لاش لأنها أحلى حلوة على السقار الطبيعي ميتين مرة ولكن السعرات الحرارية اللي فيها قليلة أو منعدمة ولذلك كتلقى مثلا كتبع كوكاكولات زيرو اللي أحلوة منك تضوغها ولكن السعرات الحرارية ما فيهاش سفر سعر حرارية وهاد الشي اللي بطبيعة الحالي اخوان عنده الإيجابيات دياله ولكن عنده تسلبيات وربما ما غدي الشتغلات ولكن إلا كترتي من هاد المواد وربما تقدر تجيك السرطان ديال الكبيد الله ينجيكم وينجي جميع أمات محمد هاد الفقرة كنعود نركز على حاجة اللي مهمة ماشي باش نخلعوا الناس ولكن عين من أجل توعية كيف ما قالت منظمة الصحة العالمية فهاد الفقرة يا اخوان غدير رجعون تكلموا على القضية ديال ابن لاروسا اللي هو يا رئيس مجلس الشيوخ ولي كيف ما قلنا متابعة حاليا صديقة او الرافقة دياله كانت تكلموا عام في المدراسة بالتهمة ديال الاعتداء الجنسي اللي وقع عليها هذي تقريبا شي خمسة واربعين يوم المهم اللي كيني اخوان هو انو كيف ما قلت لكم البارح الابن ديال لاروسا مني رجال الشرطة بغاوا يا اخوان يحجزوا لي على الهاتف دياله باش يشوفوا اشن هم الميصاجات اللي قال مع الاصديقاء دياله اشنو الاشياء اللي قال في الشاط فيما يتعلق هاد الحادث ديال اغتصاب الاصديقاء دياله من بعد ديال الليلة القول لانه التليفون ما يقدروش يحزو عليه لانه السيم والكارط اللي فيه ديال اب دياله اللي هو يا برلماني ولذلك الهاتف محبيب الحصانة المهم اللي واقع هو انه حاليا كيتكلموا على انه ربما القاضي ديال التحقيقات الاولية او النيابة العامة طلب من البرلمان الايطالي انه يسقط الحصانة مؤقتا على الاروسا ولعل الاقل يرخص لهم باش ياخدوا الهاتف دياله باش يقدروا يدروا عليه خبرة باش يقدروا يدروا عليه خبرة ويوصلوا للحقيقة هادي كينا امكانية ولكن الامكانية الارجح واللي غيفضلوها رجال ديال التحقيق هو انه معطيه وقت ويطلبه من الابن ديال لاروسا انه يسلم تليفون بوحده بدون ما يكون ذلك شي يعني اخوان مستر القدائية والقانونية المطلوبة يعني هو يسلم بالايرادة دياله وهذا الشيء اللي يطلبه منه بزاف ديال المواطنين الايطاليين يعني منك تقرأ التعاليق على هذا الخبر تيقول لك كن والده ما دياش فعلا كيف ما تيقول هوايا علاش غير يبقى مخبير وراء الحصانة اهز تليفون يدير رجال الشرطة ويقول لي متحقل من ذلك الشيء في التليفون رطابي تحلي اخوان غادي نشوف هاد القضية كيفاش غادي تسد وخي يعني اليومي اخوان السطاف او الفارق العمل ديال لاروسا نشر واحد البالاغ اللي كيتكلم بلا انه الصحفيين تخطاوا الحدود ديالهم لانه كينشر الصورة دياله هو والابن دياله وبعد المرات كينشره هو والابن الاخر وكيحطوا اسمية ديال هذا يعني عنده جوجولات وبعد المرات كبدوا يتكلموا على الحياة الشخصية ديالهم لما عنده تشي علاقة بهذا الموضوع رطابي تحلي اخوان هاد الشي كامل وربما ما كانش غادي يوقع كل تازم الصمت كانوا غايتكلموا علي نهار وليومين وغايتقلبوا الصفحة والموضوع غايتقمل في التحقيق ولكن لو قايت اللي هو شكك في النسخة ديالفاتات اعطاه للصحافة وكذلك المعارضة وحد الفرصة كبيرة باش انها تهاجم عليه وذا براكي ادي التمن فهذا الفقر يا اخوان غادي نتكلموا على خبر فاجعة لألم مدينة فوقيرا مدينة فوقيرا اللي احنا كجالية مغربية عارف الهام زيان بحكم انه المسؤول السابق على الامن في هاد المدينة كالقسل يا اخوان بوحد الفردي الاخ يونس الله يرحمه بطبيط حل اللي وقع اليومي اخوان هو انه هاد المدينة غادي تفيق على واحد الخبر مؤسف للغاية والخبر رات تكلموا عليه كذلك اخوان نشارة الاخبارية هو ام ايطالية سميسة اليسا عندها اخوان 45 سنة غادي تفيق اليومه في الصباح من بعد ما انه الزوج ديالا مشى للخدمة مع الثمانية وما بين ثمانية وتسعود فهذه الساعة اللي بقت بوحدها غادي تقتلي اخوان الابن ديالها ليالله عنده عام ولداته عام هادي وكانت كتمري اخوان من لحظات عاصيبة في الحياة ديالها كان عنده ديبريسيوني واحد الاكتئاب وازمة نفسية والام ديالها مولفكت جي عنده كل صباح يا اخوان لانه عارف الحالة ديالا مشي ساهلة ولكن اليومي اخوان مني جات مع الثسعود غتل قبل لانه الابن ديالا في حالة ديال الصدمة والابن مبقاش كيتنفس وبدات كتغوت جو الجيران غاي عيطوا البوليس والسيدة مني دخلوا البوليس قتلي مرة اني قتلت لابن ديالي قتلاته يا اخو يا اخوان الجيران اللي كانوا تكلموا معاه في الايام الماضية كانت قاتلين بلاء نوراني كندوز من واحد الازمة وهات السيدة خمسة سنيني اخوان وهي بغى هاد الابن سيدة اللي عنده خمسة واربعين عام خمسة سنين وهي كتقلب عليه امني ولدات ووقع لها هذا الشي اللي يوقع لبزاف ديال النساء وخيعني هذا الموضوع ما مسلتش عليه الضوء بزاف ولكن راكين عيالات اللي كي يولدو وكي طيحوا في اكتئاب كبير واحد الازمة نفسية خيبة وكي اللي كتلقى الزوج اللي كيتف اهم الوضع وكي وقف بالجنب ديالها وكي اللي كي يسحب له ذاك شيعير في شوش ولا تصارى ولا العالم اللي الله وكي وقعوا مشاكل من بعد وخصوصا نحنا كعارب عندنا مشكل انا نتفهموا لمشاكل النفسانية المهم اللي غي وقع لهات السيدة هو انه الاكتئاب لجاها كان حاد بزاف منورا الولادة والدرج انه الولد اللي يسبب لهذا الاكتئاب خنقاته يا اخوان هي اللي كانت خدمة مقبل كمحاسبة في واحد المكتب تخلت على الخدمة ديالها واليوم مني وقعت الواقعة هزوها يا اخ او أعتессى التشفى في الجناح ذي الامراض العقلية السيدة مشي نورمال وهذا الشي دارت معي على الارادة tek kya buma kulstera خير. وهدي الموضوع هات هي هده الموضوع على هذ الموضوع اللي كيوقاع بزافذي النساء اللي من المورا الولادة كيتقليمي اخوان ازمة نفسية او اكتئاب لكي يقدر يكون Brenéل باختلاف الدرجة يقدر يكون اكتئاب اللي يض briefشى مذيب أilantro وي يقدر يكون اكتئاب اللي كيه يكون حاده واللي كيتطلب علاج كيف ما كانت كتاخد هات السيدة را كانت كتبشي عن الطبيب نفساني وكانوا كيعونو هالنس دي العائلة ديالها ولكن في ساعة اللي بقى سببو حضا في الدار دار الجريمة الله هذي الشودة الخير